اشتركوا في القناة للانضمام إلينا على الجانب المشرق من الحياة واحد اختر رقما من واحد إلى تسعة ما الرقم المفضل لديك؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة كلا عشرة لا تحتسب قلت من واحد إلى تسعة هل نسيت؟ اختر الرقم الذي يعجبك أكثر من غيره لا تنسى تدوينه على الورقة لكي لا تنساه لاحقا هذا الرقم سنسميه اكس حسنا السؤال الثاني اضرب رقمك في اثنين اذن اضرب اكس في اثنين حسنا هذا بسيط لن أحتاج إلى آلة حاسبة ثلاثة الآن عليك أن تضيف خمسة إلى النتيجة اكس ضرب اثنين مع خمسة هل فهم؟ أربعة اضرب النتيجة التي حصلت عليها في خمسين عفوا لقد أصبح الأمر أكثر تعقيدا أين الآلة الحاسبة اكس ضرب اثنان مع خمسة وكل هذا نضربه في خمسين حسنا خمسة الآن حان الوقت لإقحام يوم ميلادك إذا كنت قد احتفلت بعيد ميلادك هذا العام أضف 1769 إلى النتيجة النهائية وإذا كانت هذه المناسبة الرائعة لا تزال أمامك أضف 1768 ستة الآن من المفترض أن يكون لديك عددا من أربعة أرقام إذا لم يكن الأمر كذلك فهناك خض ما تحقق من حساباتك مرة أخرى عليك طرح سنة ولادتك من النتيجة النهائية بعد الانتهاء من ذلك ستحصل على عدد مكون من ثلاثة أرقام الرقم الأول هو الرقم الذي اخترته في بداية الاختبار والرقمان المواليان هما عمرق وإذا لم ترتكب أي أخطاء رياضية فستحصل على الإجابة الصحيحة واو هذا مذهل للغاية كيف يعقل هذا؟ حسنا لنقم بالحساب سويا حسنا علي أن اختار رقما واحدا من واحد إلى تسعة حسنا رقم مفضل هو خمسة هذا ما سوف أختاره الآن يجب أن أضرب خمسة في اثنين خمسة ضرب اثنين يساوي عشرة سأضيف الآن خمسة إلى النتيجة عشرة سائد خمسة يساوي خمسة عشر دقيقة واحدة دعني أحضر آلة الحاسبة لا أستطيع ضرب خمسة عشر في خمسين بدونها والآن خمسة عشر ضرب خمسين تساوي سبعمائة وخمسين ماذا بعد؟ حسنا لقد احتفلت بعيد ميلادي في هذا العام مما يعني يجب أن أضيف ألفا وسبعمائة وتسعة وستين إلى سبعمائة وخمسين هم تم النتيجة الفان وخمسمائة وتسعة عشر وأخيرا من المفترض أن أطرح سنة ولادتي من النتيجة المهائية هم الفان وخمسمائة وتسعة عشر ناقص الف وتسعمائة وستة وتمانين تساوي خمسمائة وثلاثة وثلاثين هذا رائع خمسة هو الرقم الذي اخترته في البداية وهذا صحيح أنا في الثالثة والثلاثين من العمر على الأقل بالنسبة لهذا المثال هل لديك أي فكرة عن كافية سير الاختبار؟ إذا كان الأمر كذلك أخبرنا بذلك في قسم التعليقات أدنى لا تنسى الضغط على زر الإعجاب ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء وللمزيد من السحر انضم إلينا على الجانب المشرق من الحياة بالاشتراك فيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر